سلام السيد سمير عبدالناص رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورتها الخامسة والثلاثين بعد المئة إلى الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية برئاسة سعادة السيد سمير ماجول وجاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وسارض ناس انجازات اتحاد الغرف العربية خلال رئاسته وأشار إلى أنه بالرغم من تنامي التحديات أمام القطاع الخاص العربي جراء الصراعات العالمية وما تواجه منطقة الشرق الأوسط من توترات بما يهدد بإحداث المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي إلا أن الغرفة حرصت على تعزيز المسار الاقتصادي في الدول العربية من خلال الاعتماد على ترسيخ مبدأ الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية باعتبارها السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة وأعرب ناس عن تمنياته لرئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بقيادة مسيرة اتحاد الغرف العربية نحو مزيد من التطوير من جهته قال ألمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي إنه خلال رئاسة سمير ناس على مدار عامين شهدت الغرف العربية تطبيقا عمليا نحو توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية من جهة وبين البلدان العربية والأجنبية من جهة أخرى منويها أن الاتحاد النجح في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والمنظمات الدولية يتزامن حديث هذا مع انتهاء فترة رئاسة الاتحاد الذي عرفه الشارع التجاري العربي إنه الكيان القوي الممثل والمدافع عنه في قضاياه والمرجع الثابت له في مواجهة التحديات التي تعيب تقدمه ونماءه وتكامله ولله الحمد والمنة كان مجلسنا وبدعم من أمانته العامة هدفه التعبير الصادق عن مصالح القطاع الخاص العربي ممن عكس إيجابا على تطور أداء ودولة الاتحاد في المحافظ الكافة ممن عكس إيجابا على تطور أداء ودولة الاتحاد